ولكن كمان عندنا بقى قرعة النادي الاهلي لدور المجموعات ومرحلة المجموعات في الرحلة نحو البطولة الحداشر للنادي الاهلي النادي الاهلي حيواجه المريخ والهلال وساندونز دي مجموعته هنبدأ مواجهتنا بمباراة ضد المريخ على ملعبنا ثم هنلاعب الهلال مفترض ان المباراة خارج الارض ثم الاهلي وساندونز دي تالت مباراة واكيد بعد كده بتبدأ بالمباراة اللي انت نهيت بها الفريق المباراة الثالثة بيكون هو الرابعة الاهلي وساندونز خارج الارض بعدين الاهلي والمريخ خارج الارض ثم الاهلي وساندونز مفترض ان هي مباراة تكون مسكلا لا لا المباراة الستة الاهلي والهلال السوداني في القاهرة وليس الاهلي وساندونز مش هنلاعب ساندونز تلات مرات في المجموع الأهلي والهلال السوداني هتكون في القائرة. مهم جدا. المجموعة كانت صعبة. وعايز أتكلم عن فكرة أن بعض الناس اتكلمت عن فكرة اختيار بيت سمو سيماني. بيت سمو سيماني اختار لنا مواجهات صعبة جدا. ساندونز هو أفضل فريق في التصنيف الثاني. دور على التصنيف الثاني مش هتلاقي أقوى من ساندونز. موجود معنا في المجموعة. التصنيف الثالث الهلال وشباب بالازداد. جاب لنا واحد منهم في المجموعة. التصنيف الرابع أنا بقولك بمنتهى البساطة. المريخ فقط لغير اللي لق جوالات أو صوالات في دور المجموعة حتى لو لم يصعد. لكن التلات فرق الباقيين بيشاركوا في دور المجموعة تقريبا لأول مرة. وأسماءهم غير معلومة للمجتمع القروي الأفريقي بشكل كبير. فبالتالي من يتحدث عن فكرة المجموعة وإنها المجموعة سهلة. لا هي المجموعة الأصعب. وعلى البطل أن يخوض أي معركة وأي مجموعة. لأن أنت في النهاية لازم تقابل أقوى المنافسين. وده اللي حصل خلال البطلتين اللي فاتوا. لكن كان مهم. الناس وهي بتتكلم عن اعتراضها على فكرة اختيار بيت سمسماني كان الاختيار بعد إتمام القرعة. برغم أن الكاف أعلن قبلها بيومين. الساعة ثلاثة مساء تحديدا. أن فكرة اختيار بيت سمسماني لسحب القرعة. اتكلموا عن فكرة أن ده تاريخيا لم يحدث. عندنا محمد النني شارك في قرعة كأس العالم تصفيات كأس العالم 2018 وكان منتخب مصر موجود. ومحمد النني لعب ضمن صفوف منتخب مصر. فكرة بقى المؤامرة الكونية والأمور اللي هي فكرة ليه الاختيار وعندك حق تعترض. بس كنت تعترض قبل فكرة أن بيت سمسماني يذهب لسحب القرعة. وفي النهاية لو حابين تعيد القرعة. ما عنديش مشكلة خالص. نعيد القرعة. احنا مع مجموعة صعبة. ولكن البطل دائما. هيشوق طريقه مهما كان المنافسين في المجموعة. ويمكن اللي سهل فكرة المجموعة أو السيناريو إلى حد ما هو فكرة أن أنت طريقك في المباراة هتلعب أول مباراة على ملعبك ونتمنى أنها تؤجل. وهنتكلم ليه. نتمنى أنها تؤجل. وهنلعب آخر مباراة على ملعبنا إن شاء الله مع الهلال. وفرق السودان بيكون لديها شراسة وحماسة كبيرة جدا. أمام الفرق المصرية. أتوقع أن نحن هنحسن بطاقة التأهل في آخر جولة. وأتمنى قبل ذلك فكرة نوع قوي. آخر جولة إن شاء الله. أنا متفائل في المجموعة. ومتفائل أن نحن إن شاء الله هنحسن الصعود. ودايما بقول الأهل يهاب ولا يهاب. إذا تكلمنا على أهل داخل قارة إفريقيا فالمعطيات كلها بتقول أن كل شيء محسوم لصالح الأهل. تاريخ الأهل مع فرق الأندية السودانية. 16 مباراة 8 فوز 5 تعادل و 3 هزيمة سجل 23 هدف. واستقبل 13 هدف. الأهل ضد الهلال. ممكن نستعرضها. 8 مباريات الأهل فاز 3. الهلال فاز 2. التعادل 3 مرات. الأهل سجل 7 أهداف. واستقبل 5 أهداف. يعني توازن جدا تاريخيا في المباراة دي. عندنا الأهل ضد المريخ. الأهل ضد المريخ. 8 مباريات أيضا. 5 فوز. هزيمة و 1. و 2. تعادل. سجل 16 هدف. واستقبل 7 أهداف. الأهل والساندونز. الأهل والساندونز. يعني رايحنا ناس كتير جدا في البطرات اللي فاتت من ساندونز. أعتقد هيعانوا في الأدوار الإقصائية أمام ساندونز. 10 مواجهات. المباراة الوحيدة اللي فازها ساندونز هي مباراة الخمسية للأسف. ولكن الأهل يفاز 5 مرات. اتعادل 4 مرات. الأهل يسجل 15 هدف. في العشر مباراة ساندونز سجل 10 أهداف. نصهم في مباراة واحدة. وده طبعا بيؤكد فكرة أن النادي الأهلي وقتها ما كانش في يومه على الإطلاق. لكن إن شاء الله النادي الأهلي يتصدر هذه المجموعة. وبإذن الله يحق البطولة الحديقة 10 على التوالي. وليه بقى أنا كنت بقول يا فارس أن المباراة الأولى مباراة الأهل والمريخ ممكن يتم تأجيلها. وده بسبب مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. ده سؤال بيشغل جمهور النادي الأهلي. وبيؤثر عليهم. وأكيد دي المسابقة الأكبر اللي أنت نفسك تشوفه في النادي الأهلي. بيحقق فيها مركز كمان يا فوق تالت العالم. وده كان طموح كبير جدا عند بيت سموسيماني وإن شاء الله يظل طموح قائم. كان البطولة موعدة من 3 إلى 12 فبراير بتتعارض مع بطولة كأس الأمة الأفريقية اللي من 9 يناير إلى 6 فبراير. وإلى الآن لا يوجد على المستوى الرسمي أي موقف. أنا شخصيا شفت النادي الأهلي خلال بيانات مختلفة. كان النادي الأهلي بيطالف فيها كلم الاتحادات المعنية. سوى الاتحاد المصري. الاتحاد الأفريقي. أو الاتحاد الدولي. النادي الأهلي عمل اللي علي. بس كمان أنا عايز أتكلم في نقطة مهمة جدا. لما بنشوف سامول إدتو في المواجهة أو المعركة اللي خاضها مع الاتحاد الدولي. وأنفنتين وفيما يخص كأس الأمم الأفريقية. كنا بنشوف بشكل كبير جدا. إزاي سامول إدتو ما كانش وحيدا. القصة ما بتتعاملش كده. كان وراء الاتحادات. كان وراء الاتحاد الأفريقي. كان وراء مسندين كتير جدا. أنا مش عايز حد يطلع يتصعب علي في تليفون ويقول أصل ليس كل ما يعرف يقال. الموضوع مش مبهم ولا سري. إحنا في موقف لحد الآن مفيش أي جهة رسمية. قالت حيتحل إزاي للنادي الأهلي. نتمنى السؤال اللي بيشغل حوالي 100 مليون أهلاوي. نفسهم يلاقوا إجابة على السؤال. ماذا عن خوض النادي الأهلي مبارياته باللعبين. 100 مليون أهلاوي في مصر. 100 مليون أهلاوي في مصر. ولا إيه. في مصر. حدشتني. رح رح حشوال. نتمنى طبعا أن بعض المسؤولين يعني يتحملوا مسؤولياتهم. اللي بنشوفه حاليا هو أن النادي الأهلي بشكل الفردي بحث بيحارب لوحده من أجل ممثل بطل أفريقيا في بطولة كأس العام الأندية. من وجهة نظري موقف الفيفا. موقف مغزي بالنسبة لي. لأن المفترض دي بطولة أمم أفريقيا. والمفترض يكون فيه احترام لبطل أفريقيا. وهو النادي الأهلي. وأتمنى موقف الاتحاد الأفريقي برغب نفس موقفه وقوته في تنظيم بطولة أمم أفريقيا. يكون عنده قوة في حق النادي الأهلي. أنه تسع أو عشر لعبين. هيكونوا بين المنتخبات ستة في منتخب مصر. منتخب المغرب. منتخب تونس. منتخب مالي. تسع لعبين متواجدين في أمم أفريقيا. الإرهاق الشديد الذي يواجه النادي الأهلي. أصعب بكتير من فكرة تأجيل المباراة لثلاث أيام. عايز أتكلم في النقطة دي فقط لغير. ودي رسالة لجماهير النادي الأهلي. بقرع الدوري أبطال أفريقيا. شهر فبراير من الأشهر. لا يكون صعب جدا على النادي الأهلي. لو بدأنا كأس العالم في موعده يوم خمسة. فأنت تتكلم من يوم خمسة ليوم تمانية وعشرين. هتلعب خمس مواجهات. ما يفيش منهم أي مواجهة محلية. على أقل تقدير. إن شاء الله نلعب ست مواجهات. لأن المباراة المنتيري المباراة الأولى. لقدر أنه خسرت. هتلعب مباراة يوم تسعة. فتيجي تلعب مباراة المريخ يوم اتناشر في القاهرة. نفس اللي حصل. السنة اللي فاتت. لكن إن شاء الله نكسب مباراة المنتيري. فبالتالي تلعب ثلاث مباراة. وتلاث مباراة في دور المجموعات. ست مواجهات في عشرين يوم. أعتقد ده أمر فيه شبه انتحاري للعبين. مجهدين جايين من المنتخبات. نتمنى دائما التوفيق للنادي الأهلي. وإن شاء الله النادي الأهلي قادر على تخطي هذه الصعوبات. ونشوفكم بعد الفصل.